شكرا لكل شخص كيوضع لايك للفيديو وكيخلي تعليق طيب وكيباغتاجي مع الأصدقاء شكرا لكم بزاف على تطبيقاتكم الكتير الوصفاتي وصفة اليوم عبارة عن مسمن في الفران معمر بحشوة ديدة بزاف كيجي مقرمشوه شيش بزاف خطير في المضاق بقوا معي لآخر فيديو بسم الله على بركة الله المكونات عندي 400 جرام ديال الفورس مع 100 جرام من دقيق القمح الفينو ماء عادي من روبيني باش غدين عجن ملعقة صغيرة من الملح ربع ملعقة صغيرة من خميرة الخبز كتبقى اختيارية ولكن من الأفضل ديروها ملعقة صغيرة من سكر سنيدة طريقة سهلة كتعجنوه بطريقة العادية ديال المسمن المجموع ديال الطحين عندي 500 جرام 400 ديال الفورس وميات جرام ديال الفينو كنضيف الملحة وشوية الخميرة ديال الخبز وشوية ديال السكر والماء وغادي ننجينها وندلك هادالك خفيف فقط كندهنها بالقليل من الزيت هدا هو القوام ديالا كما كتلاحظو كتجيو حد العجينة اللي ارتبها ماشي قاسحة بزاف ماشي مرخوفة بزاف حيت ما زال غادي ترتاح كنغطيها بالفيلم آلي منطق ونخليها كترتاح بما وجدت الحشوة مكونات الحشوة خديت هنا هي بصلة كبيرة مع فلف الخضرة هي اللي عندي ممكن تديرو فلافل بالالوان تحنتهم في الروبو وممكن تقطعوهم قطع صغيرة يكون ورقاق بزاف كنضيف لهم زيت الزيتون اللي ممكن تعودوا بالزيت النباتي او الزبدة فاش كتشحروا العناصر كنضيف الملحة اللي كتبقى بحسب الطوق كتشحر هاد العناصر هي اللولة هاد كنضيف توابل وباقي العناصر اللي غادي نضيف ممكن تديرو الكفتات ديال الحام او الكفتات ديال الجاج لكم كامل اختيار اللي حشو اللي بغيتو كنضيف اللي بزار وشوية ديال الهريسة تحميرها اللي هي فلفل احمرة حلوة الكامون وغادي نخلط العناصر كاملة هاد المدق ديال هاد التوابل كيجي رائع جدا كنشحرهم مع البصلة والففلة كالطيب كتنشف هاليك الحشوة لاحظو كيفاش كتولي يعني طيب ارهم قطعة رقيق كالطيب بسرعة كنضيف قطعتين ديال الجبن متلت كيخلي الحشوة كتجي كريمية اكتر لديدة اكتر ممكن تعودوها بجبن خاص بالدهن لكم الاختيار طبيعي الحال حسب المتوفر عندكم لاحظو كيفاش كتجي الحشوة اه صراحة لديدة بزاف ممكن تعتمدوها في بزاف ديال الحشوات كنضيف هنا خارج النار علباتين ديال الطون ديال الزيت صفيتو من الزيت وكنضيفو وغادي نخلط كل شي مزيان كنسم بزعتر الجاف ممكن تديرو اه اعشاب مون السيمة اعشاب او اي اه حاجة اخرى باش تنسمون مع دنوس مقطع ليكم كامل الاختيار ممكن تعودو اه طون ديال الزيت بالطون ديال ما طيشة بحتوى كي يجيزوي لاحظو معي العجينة بما حدرت الحشوة كيفاش كتولي كتجي ممتازة اه سهلة في الخدمة مخسرش تكون مرخوفة من الاول خليوها هكاك متماسكة قسمتها لحد عشر كرة من الحجم المتوسط كندهنهم بالزيت النباتي ضروري باش ماينشفوش وكنبدا كنشكل مباشرة الكرة الاولى كننرققها مزيان بواسطة الزيت فقط في المرحلة الاولى حتى كنحصل على واحد دائرة اللي رقيقة مش غليدة هنا عندي شوية ديال دقيق الفينو وضعت فيه شوية ديال الخميرة ديال الحلوة ممكن ما تدروهاش بطبيعة الحال الخميرة ديال الحلوة وعندي زبدة ديال العلب دوبتها على طريقة حمام مائي ممكن تدوبها في واحد الكاسر هنا فوق النار مباشرة وكنبدا كندهن بالزبدة وكان رش هدك شوية ديال التقيق مع الخميرة ديال الحلوة وكان طويها بطريقة العادية ديال المسمن مربع وكان زيت كان دير شوية ديال زبدة غير قليل فقط وبهاد المناسبة كان شكر الاخوات اللي جربوا البتيب بهاد طريقة هادي ديال المسمن وبعتوا لي بتطبيقات ديالهم شكرا لكم بزاف عن المتابعة وعلى التطبيقات ديالكم كتير الوصفاتي هدك يكون حافز كبير على الاستمرار وعلى العطاء شكرا لكم بزاف على المتابعة كنستمر بنفس الطريقة الباقي الكوريات حتى غادي نكملهم كان نرقق مزيان بالزيت حتى كان نرققها هاد كندير لها الزبدة مع شوية ديال الدقيق يعني بحال غا نصوبوا المسمن ديالنا للمعتاد العادي غير العجين خطي تكون رقيقة حتى يبلينا سطح العمل كتكون رقيقة مزيان مخصص بقى غليضة ركزوا على الجوانب والوسط كذلك فيما كتب عليكم مشي جيها هاكا غليضة كزيدو كتبسطوها وكان دير زبدة لاحظوا را ما كان ديرش واحد الكيمية اللي كتيرة غير شوية كان دهن العجينة ماشي كتبقى لي فائد ديال زبدة غير دكش اللي محتاج عليه هو اللي كان اخد وكان نرشو شوية ديال دقيق الفينو مع الخميرة كي يجي هاد المسمن هادا او اه ملوي صراحة معتبر صراحة لديد بزاف مقرمش وهشيش ديك القرمشة ديالو ماشي قاسحة مقرمش وهشيش يعني شي حاجة واعرة صراحة كيستحق تجربة ديالكم جربوه ممكن تغيرو في الحشو بحسب الاختيار ديالكم حسب المتوفر غدي ندير ها الطريقة الباقي الكوريات كاملين ضروري تدهنوهم بالزيت باش مكينشفوش اه بالنسبة لخميرة ديال الخبز را ما كتخليه مش يخمرو نهائيا فقط كي يخليه يجي اه هشيش هادا كدو ديالخميرة كتخليه يجي هشيش هنا بعد ما كملتهم لاحظوا معي كلهم نفس الطريقة كناخد دائما للأولى كنقلبها وغادي نبسطها نركز على الجنيبات والواسط كذلك مسبقاش هكا كمربحة الحشوة ديالي لها طيبة وباردة يعني كنصور معاكم المراحل كما هي حشوة ما خصص تكون سخونة خصص تكون باردة وكنجمع بها الطريقة هذي بحاج كالرغايف ديالتفاح والشي حاجة هكا كنجمع القنيتاس بربعة ونعاون جمعهم العجينة ممتازة يعني كتبشي معاكم بكل سهولة كتجمعو را ما كتتحلش نهائيا كنحصلو على دائرة بحالي لدرنا ملوي مباشرة من الأول دائري هالطريقة هذي كيجي بها سهل وكيجي اه معتبر صافحة غدي نكمل اه الباقي ديال المسمن كامل نفس الطريقة كتجمعو الطريفات بربعة وقنيتات احد كتجمعو ماشي غددلوا الحشوة والعجينة تلصقوهم مع بعض يعني العجينة مع العجينة والحشوة را هكا تبقى الوسط احنا حاولو انكم تبسطو الكمية ديالكم كاملة وتحطو الحشوة يعني تقسموها على عدد المسمن اللي عندكم باش يجيكم هكا الشكل ديالهم متساوي ماشي شي وحدة عامرة بزيب وحدة ما فيهاش الحشوة بزيب كنجمعو طريفات هكا بربعة حتى غدي نكمل راح ساهل ساهل في الخدمة كذلك وحتى هذه الحشوة كالجلدي دا لاحظو را ما كتتحلش هذيك للجيها غير تصدوها مزيان وكتبسطو انتم ما كتتحكمو هنا في السمك من الافضل خليوا السمك ديالهم هكا متوسط لاحظو العجينة كلها فوقاعات يعني ما اخدوها مزيان مورقة مزيان ساهل في العجين دياله ممكن تعجنوه في القصرية ماشي ضروري للعجينة هنا غنعطكم جوج ديال اختيارات هنا اضوب شوية ديال الزبدة وعندي واحد البيضة صغيرة هذيك شوية ديال الزبدة غادي ندهن المسمن ديالي الوجه دياله غيش ويا كما كتلاحظو بالاسابل كندهن غير لأضوكو الاطراف وجنيبات والواسط في هاد المرحلة راني شعلت الفران درتو متوسط درجة الحرارة ديرو على 180 شعلو واحد الخمسة دقيق قبل هذي غادي دخلو المسمن ديالكم خليو النار ديالو متوسطة ماشي مهيلة ماشي مرتفعة هنا دهنت بشوية ديال الزبدة وخديش واحد البيضة صغيرة خفقتها مع شوية ديال الخل ممكن تعودو الخل بشوية ديال الحليب سائل باش كي حايدك زفورة ديال البيض وكان دهن الوجه ديالهم هنا ممكن ديرو الفروماج محكوك عليهم مباشرة ودخلوهم الطيبو كنفضل انا يطيبو يخطو حقهم في الطيبو بعد ندير لهم الفروماج على الوجه ديالهم لاحظو هنا انا صورتهم في الفران كيتنفخ كي يجي من فوخ كله مقرمش لكل قرمشة ديالو شيشة بزاب سمعوا معي القرمشة كي يجي مقرمش رائع شهو من النوحة رائحة ديالو معتبارة كي يطيب من الاسفلو من الاعلى تقرمشة ديالو وعرصة راحة كي يستحق تجريبة كنقلبو للجهة الاخرى اللي احنو معي كي يجي محمر طيب هنا كندير لي ها الفروماج محكوك معا شوية ديال معدنوس وندخلو الفرار اللي كي كي يكون سخون وطافي بطبيعة الحرارة مازها سخون وطافي كيدو بدك الفروماج في الحرارة ديال الفران وكنقدمو بس حرارة كي يجي هائل لاحظوش حال الشيش كيتقطع بكل سهولة اللي بغيت نوصل لكم انا ذاك القرمشة ما كي تجيش قاسحه كي يجيه الشيش وبصحتكم وراحتكم كان سماعيكم ورايحانة كمال ونتلاقا في فيديو جديد